اشتركوا في القناة او انك تبقى مخلص صعب اكتر من الاول فازاي ممكن الانسان يدرب نفسه على الاخلاص وسط كل مغريات الحياة دي مش عارف السؤال صعب شوية مركب لا بس ما شاء الله لانه مركب كتير احنا هنجاوب اجابة مركزة شوية يعني فيه في القرآن كأيم ربنا انا قلت لحضرك قبل الفاصل عن من اراد الدنيا فربنا بيقول هيددينه اللي هو عايزه في الدنيا طب اللي عايز الاخر قال ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وسعى لها سعيها وهو اصلا بيتحرك ناحية الاخرة اللي بيتحرك ده هل ما فيش اي معوقات بتقابله اي انسان بيتحرك فيه في معوقات فكذلك الامر من اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأوليك كان سعيهم مشكور يعني مقبلون الله سبحانه وتعالى لانه هو ادري يتغلب على الصعوبات اللي بتوجهه في اثناء سيره ورحلاته لله سبحانه وتعالى يبقى ده الامر الاول ان انت هتتغلب على بعض المعوقات ان احنا نضع في اذهننا ان الانسان ممكن يبقى بيعمل ولو خالط عمله اي رياء او مصلحة لدى البشر فعمل دو هيحبط وربنا سبحانه وتعالى تكلم عن ناس بيظنوا من نفسهم ان هما مخلصين وهم محسنين وهم احسن الناس واتقى الناس ليا دي مرعبة جدا قال قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه وانفكر نفسه وعايش اننا اتقى واحد في الدنيا واننا اكثر الناس احسانا واكثر الناس ايمانا واكثر الناس اخلاصا واكثر الناس جواد واكثر الناس كريم وانا الوحيد اللي بفهم والعياذ بالله ده اشر خلق الله سبحانه وتعالى انه بيلقى الله سبحانه وتعالى وقلبه فيه شرك مع الله سبحانه وتعالى بكل هذا طيب إزاي أنه أنا أبرق نفسي وأخلص نفسي من حتة الرياء دي والكلام ده أول حاجة أنا قلت لحضرك من أول حلقة وما زلت أكررها وحريص جدا عن أنها ترصخ في ذهني وفي ذهني لكل اللي بيشوفون أولا إذا استوى عندك المدح والذن لو استوى عندك الأمرين دول تعرف أن أنت مخلص لم يستوى عندك وبقيت تزعل من الإنسان اللي بينتقدك واللي بيذمك وبتفرح باللي بيمدحك يبقى أنت فيه خلل عندك في الإخلاص محتاج تعلقه يبقى يستوي عند المدح والذن الأمر الثاني أن أنا لا ألتفت إلى نتائج الأفعال مدامة كانت الله سبحانه وتعالى بما يهمنيش الله ستتقبلها إزاي وتلقاها إزاي ده مهم جدا يعني أنا قدمت لحد حاجة مساعدة ولقيت الشخص ده نفسه بعد كده مش وافلية وبيطعن وبيتكلم عنه لو أنا زعلت ومنعت هذا الأمر يبقى أنا كده ما كنتش مخلص وأنا كنت عايز ده ألما أوي فضلت الشيخ أنك لو منعت بقى لأنه في ناس فعلا بتشوف لا ما مدحنيش مشكرنيش طب أنا هتدي له تاني ليه وسيدنا أبو بكر الداني لموزج رائع في سورة النور لما كان بينفق على مصطح لما تكلم في حق ابنتي السيدة عائشة أم المؤين رضي الله عنها وقال والله لا أنفق عليه أبدا فربنا سبحانه وتعالى بيصحح المفهوم ده ما لهش علاقة بدا إن كنت إنما تفعل هذا حتى يكون هذا الرجل ثناؤه لك وولاؤه لك فأنت وشأنك وإن كنت إنما تفعله لله سبحانه وتعالى فاستمر في عملك لله ولا يقتل يقول الفضل منكم وسعت أن يؤتوا للقربة إلى آخر الآية فسيدنا بكر بما يسمع الآية قال بلى أحب أن يغفر الله لي لأن في آخر يا ربنا بيقول إيه ألا تحبون أن يغفر الله لكم فسيدنا بكر يقول كده بلى أحب أن يغفر الله لي يبقى يستوي عندك ده دي علامات أنت تعرف نفسك بها مخلص ولا غير مخلص عشان نعالج نفسهم يستوي عندك المدح والقدح والمدح الاثنين زي بعض اللي بيقول في حقك كلمة وحشة وإنت بتعمله معروف زي اللي بيقول في حقك كلمة حلو أنا مش هامنع الاثنين الأمر الثاني أنك إنت لا تلتفت إلى فناء الناس أو إلى رد فعل الناس صح لا نريده منكم جزاء ولا شكورة إنه ما نطعمكم من وجه الله أنا ما أردت إلا الله سبحانه وتعالى الأمر اللي بعد كده أنك إنت ما تراقبش عملك يعني في حاجة كده من الحاجات اللي بتحصل مثلا على السوشيال ميديا فممكن أنشر حديث أنشر آية قرآنية أنشر حكمة أنشر نصيحة وعد كل شوية أتابع الإعجابات قد إيه التعليقات بتاعت الناس قد إيه نسبة المشاركات قد إيه مين من صحابي دخل مين من صحابي ما دخلش لو أنا لقيت نفسي برائب ده أعرف أن أنا ما نشرتهاش بتغاوش لأن إنت ما تعرفش مين هينتفع وبأي شكل ممكن اللي شافها ده لعملك تعليق ولعملك إعجاب ولا أي حاجة خالص وتأثر أكتر من اللي عمل لك فيبقى القضية إذا كنت تعملها لله سبحانه وتعالى فلا تنتظر طب إيه المعينات الأشياء اللي بتعني على أن أنا أتكسب الإخلاص أعمل إيه أولا تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب من المعينات على الإخلاص يعني إيه تعظيم يعني أنا مثلا أفضل لو قلت له الوقت إنه ربنا هو الرازق هو اللي بإيده كل حاجة ده تعظيم أقول لحضرتك إزاي في ليه واحد صاحبي كانت دالي مثال جميل جدا وحكا نتكلم في مسألة الإخلاص فبيقول لي تخيل أنت في حد يعني ميسور الحال وعارف إنه هو عزمك وقال لك تصل بيك وقال لك أنا مستنيك على الغدى النهاردة تصل بيك من الصبح وقال لك أنت تتغدى معي فأنا عارف إنه صاحبي ده هيأكلني في مكان بقى وهاكل أكل يعني كل ما تشتهيه النفس موجود هناك كل شيء نفسي فيها لقي موجود فيبقى الوليمة دي عمدي عظيمة ولا مش عظيمة عظيمة طبعا حلوة قوي يبقى أنا منتظر الوليمة العظيمة الكبيرة هي اللي الصاحبي هيعزمني عليها طيب يعني الحد قبل معادل غدا كده وأنا طالع الصبح من البيت أو طالع الظهر من البيت فقابلت واحد وبيقول لي إيه ما تيجي معاها سندوتشين فول وطعمية هم تأكل معي وأنا جع عين أنا جع عين وأدامي فول وطعمية هردى كلهم إحنا نصوم عشان الوليمة كبيرة أعمل إيه نصوم لي لأن الوليمة عظيمة عندي كذلك الحال عند من ينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى اللي عارف إن في جنة عرضها السماوات والأرض أعضها الله سبحانه وتعالى بيدي يعني الأجر عظيم أيوة وأن عطاها الله سبحانه وتعالى أعظم فهيكون مخلص لله سبحانه وتعالى حتى وللهم يرهوا الناس وللهم يطلع عليه الناس يبقى تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب الاكثار من عمل من أعمال السر الخفاء بينك وبينا الله سبحانه وتعالى سواء كان صلاة بالليل أو الصيام اللي محدش بيعرف أنت صايم ولا مش صايم الصدقات في السر كل دي أعمال سرية لا يطلع عليها أيوة خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى ده علامة إخلاص وما تفعله أمام الناس أكثر منه بينك وبين نفسك ما تفعله أمام الناس أكثر منه بينك وبين نفسك حتى تثبت لنفسك وتقول لنفسك أني أعماله لله سبحانه وتعالى الأمر فعلا صعب وخطير جدا مجهة للنفس وبيفسد أعمال الإنسان كلها إذا لم تكن مخلصة لله سبحانه وتعالى الحقيقة لما بنتكلم عن مشروع وقف النخيل فضلط الشيخ بنشوف كده حالات وسمعنا وشوفنا وأكيد حضرتك كنت مع أهلينا اللي كانوا بزراعه النخيل قد إيه كانوا مخلصين لله أنه شايفين في حياتهم أهم حاجة الجنة وفي ناس كتير أو يعملوا صدقات جارية من وقف النخيل صحيح لأنه هدفه الله هدفه الجنة يعني بيقولوا وأنا لما أهدف للجنة ده إيه يعني كده أنا مخلص ولا لأ أي مش إحنا قلنا من شوية تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم عطاء الله يعني أنا لما أبقى عارف أن المؤمن في ظل صدقاته يوم القيام كويس وأنا متيقم بدا وبالتالي أنا بقى سعى أن صدقة تكون لله سبحانه وتعالى عشان أحصل على الأجر العظيم اللي عنده ربنا تخيالي معايا كده أنه ممكن تكون الصدقة دية حاجة مش حاجة مش مادية ممكن ابتسامة جبر خاطر صدقة ومع ذلك أنا منتظر العواد من الله سبحانه وتعالى أنه يظلني في ظل هذه الصدقة يوم القيام تبتخيالي أصلا باللي قدم لله سبحانه وتعالى شيء له ظل إذا كان الشيء اللي ملوش ظل ربنا هيظلني بيه فتخيالي لما يكون النخلة مقدمة لله سبحانه وتعالى ولها أساسا ظل يبقى كيف يكون الثواب من عند الله سبحانه وتعالى ومن بعض الأمور أن في سيدة ونتكلمت عنها في أكثر من حلقة من الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها عن وقف النخيل ولا أنفكوا أتكلم عنها نفس الدنيا كلها تسمع أحوال بعض الناس يعني دي واحدة أنا عرفت حالة لما أعدم عولادها بتقول لهم أن أنا عملت نخلة وزرعت نخلة لي عند ربنا فأحفادها بدرعت نخلة إزاي لك عند ربنا فعلت لهم أن أنا اشتركت في سق النخيل مع المؤسسة الفلانية وذكرت مؤسسة نبض الحياة بتحكي لنا الكلام ده فبالتالي أولادها حبوا الموضوع وهو ده الخير اللي مورى الإخلاص لأن اللي بيجي الثمرة بتاعها فعلا دي ثمرة الإخلاص لابن اللي بيكمل بعدك رحلة العطاء والخير أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضلت الشيخ حافظ عبدالحليم نورتنا ربنا يرزقنا الإخلاص ربنا يرزقنا الإخلاص أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله